تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن كشف تقرير خاص بوكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أن الحرس الثوري الإيراني بدأ في استخدام طرق جديدة عبر الخليج لنقل شحنات أسلحة إلى حلفائه الحوثيين وأبلغت مصادر إيرانية وغربية رويترز أن إيران كانت ترسل أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين أما مباشرة إلى اليمن أو عبر الصومال اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية صاروخا فاليستيا أطلقه الحوثيون على مدينة موزع غربي تعز واعتراض الصاروخ جاء بعد ساعات من ضربات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت ثلاث مركبات للمتمردين اتهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إيران بانتهاك ما وصفه بروح الاتفاق النووي الذي وقعته مع الغرب وضف أن الاتفاق تجاهل الأخطار الأخرى التي تشكلها طهران كمنظومة الصواريخ الفاليستية وتصدير الإرهاب لليمن وسوريا مؤكدا أن بلاده ستستمر في متابعة مدى التزام طهران بالاتفاق أفادت مصادر ميدانية أن قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله اللبناني أغلقت طريق حلب عفرين تماما أمام حركة المدنيين وقال الشهود إن ميليشي حزب الله شيدته بمساندة من قوات النظام سواتر ترابية عالية بعد اشتباكات بين الميليشيات الإيرانية وقوات سوريا الديمقراطية أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة وقوف بلاده إلى جانب المملكة السعودية بتصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل ما يدعمه ويموله وأكد ملك البحرين لدى وصوله جدة وقوف العالم الإسلامي مع السعودية في مساعيها ودورها في الدفاع عن الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها أعلن نادي برشلون الإسباني يوم الأربعاء أن النجم البرازيلي نمار دا سيلفا أبلغ زملائه في الفريق بالرحيل عن النادي الكتالوني وكان المهاجم الدولي البرازيلي حضر إلى مقر تدريب فريقه صباح الأربعاء وغادر بعد وقت قصير دون المشاركة في التدريب وتتحدث التقارير عن انتقال نمار إلى نادي باريسان جيرمان الفرنسي بصفقة يتوقع أن تبلغ مائتين واثنين وعشرين مليون يورو في وقاعة غريبة عثرت امرأة أسترالية على ثعبان فوق مكتابها في إحدى القنامات التلفزيونية لكنها لم تبدي أي تعلمات خوف أو هلع وأمسكت المرأة الشجعة بالثعبان الذي يبدو أنه لم يكن ساما بيدها لإبعاده خارجا مستعينة بعلقة الملابس للقبض عليه نهاية الموجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر